تواصل عمليات إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري وكان المعبر قد شاد حتى يوم أمس دخول أربع قوافل إغاثية حيث دخل إلى قطاع غزة حتى الآن خمس وستين شاحنة مساعدات تحتوي على أغذية ومستلزمة طبية ومواد إنسانية فضلا عن بعض شاحنة الوقود وفي هذه الأثناء تواصل مصر استقبال المساعدات الإنسانية الدولية عبر مطار العريش